عايز بس أتكلم بقى على العواد عواد أولاً جول جامل جداً جداً سنتين اتنين معنات زياناً بياخد الدوري وكان عامل موسيمين أكتر من رائح بعد المباراة دي لما جيه تكلم هو عارف أنه ما كانش أفضل حاجة في المباراة وقال الكلام ده قال لك أنا ما كنتش موفق في المباراة إنما ربنا عوضني بضربتين الجزاء لصده فتحسب العواد برضو أنه ما كانش أفضل حاجة في المباراة إنما إنه يرجع تاني في ضربات الجزاء ويكسب فرقته ويتشال على الأعناق بعد المباراة وياخد الثقة في نفسه فأنا متأكد إن عواد بعد المباراة دي بعد ضربات الجزاء رجعت له كتير جداً جداً في نفس المباراة يعني ما استناش بقى مباراة تانية في ضربات الجزاء ممكن أسألك سؤال معلش صد محتاج أسأله استنوا يا جماعة يعني ضربات الجزاء اللحظة واحد لو عندك اتنين حرازة محمد صبح ومحمد عواد والاتنين فأفضل جاهزية أفضل جاهزية الاتنين جاهزين وزي الفل والاتنين مهمين عندك يعني الاتنين حراز كبار مفيش واحد فيه مقلم التاني بص يا كابتن كريم هي الفكرة في إيه ما ممكن أنا يعني عواد ممكن يجي على وقت هو فرمته أفضل من صبحي فالعواد ياخد طبعا لأن الاتنين جوانا كويسين مش بهرب من السؤال أنا سألتها لك أصلا الاتنين فرمة كويسة والاتنين حراز كبار فرمة فين أنا بكلم فرمة مورايد يعني عواد بعد يلعب سنتين والزباك بياخد دوري ثاني اللي فاتت أو قبل اللي فاتت كان بيلعب وكان موجود صبحي عواد بيلعب وماشي فرمة كويس فصبحي لما رجع من العارة ملعبش من عواد ماشي كويس بعد فترة عواد بعد فترة زباك خرج من أفريقيا ثاني اللي بعدها زباك بياخدش دوري فعواد فترة كبيرة ومش في أفضل حالة فبالتالي الراجل عمل إيه بعد فترة كبيرة يعني قعد عواد ولعب صبحي صحية وصبحي لما لعب خد فترة كبيرة بيلعب بس مش أفضل حاجة مش أفضل حاجة خالص يعني فعنده مشاكل كتير وعنده أخطاء كتير وبالتالي الراجل بعد فترة كبيرة عمل إيه رجع ثاني مين رجع عواد تاني لأن فرمة صبحي مش أفضل حاجة فرجع عواد تاني طيب إنما الاتنين حراس مورما كويسين الاتنين منافسة بينهم شريفة جدا واللي فرمة كويسة بيلعب ممتاز نكتب عايزول حاجة ضربات الجزاء لا عايزول للعواد رجع في المباراة آه فمشاء الله في ضربات الجزاء اديتلو ثقة في نفسه في نفس المباراة رمال نوع يعني الزباك لو كان خارج المباراة دي أعتقد إن كانت هتأثر على العواد جامد جدا عظيم إنما عشان يتشال بعد المباراة والجمهوري الندير وكده فبرضو إيه رجعتلو جزء كبير جدا من ثقته بنفسه صحي اشتركوا في القناة